نوصلوا جولتنا مع ورشات الصناعات التقليدية من أكودة في جولة حلوة باش نبديها مع خلتي فاتما عسلامة خلتي فاتما طيو كي نقول الورشة هذية فيش انتي فنانة فيش نخطف في الجمال وقع في الجمال عليش اختصيت في الجمال هذاك اللي تعلمتها سلام عنديش سنة اخرى وين تعلمتها ساعة وينت في داري ونخدم نبيحهم للصواح كان في السيف نخدم نخدم كان في السيف كان في السيف خاطم ما يتبعه وش كان في السيف يعطيك الصحة وان شاء الله بالتوفيق وينمشي انا توا من الورشة هذية اللي حلوة الورشة الطريزة عسلامة ومرحبا عسلامة ومرحبا بيك عرفنا بروحك سيعة مادام الأحمر مادام الأحمر انتي تخدم في الطريزة نخدم في الطريزة اعطيني فكرة على الورشة متاعك شنو تخدم نعمل قمشات متاع الملابس السهرات والطريزة هذي معنات هالطبقة معينة تنجم تقول ماشي متتكلف الشرخيصة غالية شوية علش نو تستعمل مواد متاع نعمل العدس والكونتي ونعمل العقيق نعمل روب العرايس وما لابس السهرات بسفة عام احنا في اكودة يلبسوا برشة معناتها النوعية اللابسة هذي يلبسوا يلبسوا المشهورة ياسر بالروب وباللبسة وانتي تاخذ التصاميم متاعك وهذه معنات من الحاجات التقليدية متاعنا ايه بطبيعة توحاهم ايه انا نصور واني لنبدع مش ما نتلع بالفكرة نعملها وكهو تجيني حاجة نعملها على كل يعتك الصحة ان شاء الله بالتوفيق هي عايشك عايشك ربي فضلك وانا نواصل جولتي مع ورشة اخرى اللي هي ورشة الطين عسلامة ومرحبا بيك عايشك لو أعطيني فكرة على التين خدمة التين هذي منين تجيبوا التين وين تخدموه التين نجيبوه من الجبل نسيحوه مهم وبعداش نفخوه بالماء وبعداش نعجنوه ونعملوه كانون ونعملو الزحة في حساك مطابونا مطاجين ملعب في الخبز وتبيعوه هنا في السوق تهبت وتبيعوه في اكودا؟ لا انا يجونا للدار يختمنا مهم مهم وتحاولت زين الكنون انتي على طريقتك ها؟ مهم يعطيكم الصحة ان شاء الله بالتوفيق وهنواصل جولتي مع ورشة اخرى وهي ورشة الطريزة ولكن من نوع اخرى عسلامة مرحبا عسلامة بك اكثر أعطيني فكرة ساعة للورشة متاعك شنو تعمل انتي بالضبط؟ نترز العدس والعقيق ايه ونتخلنت على العرايس، لوحات، فاشكات، فروشات، فط وبلايز، كل ما يلزم العروسة نترزوه هذي الرفاق حرامة ذا يتسمى؟ هذي حرامة تخليلة عن احنا تخليلة الحمراء للعروسة هذي عروستنا تلبسها نهار السابعة متاحة احنا فيها كودة نترزوها وديت عروسة كاملة بريولة بحزامة عرمتة ما لزمها الكل يعطيك الصحة ان شاء الله بالتوفيق وانا بش نواصل جولتي مع ورشة اخرى اللي هي ورشة الحدادة الفنية قاعدين تشوفوا في نوع من الاثاث حلو برشة ومزيان ياسر بش نحكي مع صاحبه اسلامة مرحبا بيك اهلا وسهلا مرحبا بيكم ومزارتنا بيكم الف بركة في المنطقة متاعنا يا سيدي عيشك وحنا فرحانين ياسر بوجودنا معاكم احنا توقعين في قاعة جلوس ولا بيت جلوس اذية من الحدادة الفنية ايوه يا نعم الحدادة الفنية من الحدادة الفنية هي الحديد والحدادة الفنية هي طراثنا وهويتنا معناها يمكن يكون كل بيت في تونس ما فماش فرد ما يكونش معتني بالفنيات وبالتراث القديم تلقاه المرأة لا هي بالطريزة ولا لا هي بالفخار ولا لا هي بالخياطة في اللباس التقليدي ولا راجل تلقاه باللوح لا هي ينحط على اللوح ينقش على اللوح الراجل تلقاه لا هي بالحديد معناها هذك روحنا مغروس فينا في تراثنا القديم واحنا ماذا بينا الحدادة الفنية والتراث الكل الصناعة التقليدية هي الحقيقة واخذة حظها الوقت الحاضر وماذا بيها تأخذ انطلاقة أكثر على كل يعتك الصحة إن شاء الله بالتوفيق وحاجات حلوة ياسر وانا بش نمشي من الحاجات الحلوة هذه اللوحات أخرى مع شاب رسام ومبدع سي صبري بالعيد عسلامة مرحبا بك صبري اللوحات هذوم اللي قاعدين نشاهدوا فيهم واللي مزينين هل المنتزه اليوم أعطيني فكرة ساعة كيفش انتي متعدد المواهب فنين رسام كيفش نقول مغني زيادة ممثل تصمم الأزياء تعمل الدكور جمعت أكثر من فن نعم صحيح نجم نقوله صبري الفنين هكا منها كودا نتشاه بنجم تقول الرسم بالنسبة لينا هو البدايتي لولا والفن التشكيلي هو أصل الفنون الكل فما حويج اللي تعاوننا إنه بشنا نخدمو حاجة معلتها في المطبيعة ونخرجه من الطبيعة بش نوصل للحويج اللي تكون أكثر ذات أهمية وذات أرونق خاص ذات منظر جديد على الناس معلتها كنت تعلمت أنت ساعي الرسم كنجم يقوله تعلمت من اللي أنا صغير علمت وعلمت وليومي من اللي أنا صغير بالكل وشوي بشوي على نطاق على مستوى محلي مشاركات ومشاركات على مستوى جيهوي وبعد جبت الجهزة الوطنية عام الفين من الغديك بدأت البداية اللي هي تتسمى الرسمية وقمت بالعديد من المعارض حتي لقيت روحي في الجو متاع الديكوراسيون على كل صبر يعطيك الصحة وإن شاء الله ثنيتك مهدى على كل هالرسوم وهاللوحات الحلوة تبشر بفنين واحد ترجمة نانسي قنقر